علي يقول بعض إمة المساجد يقتصر على قراءة الفاتحة فقط في الصلاة السرية مثلا يقول هل لي أن أستعجل في قراءة الفاتحة حتى آتي بما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مثلا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للمصلي يجب عليها أن يعتني بقراءة الفاتحة وأن يأتي بها على التمام ولا يجوز له أن يستعجل فيها وربما ارتكب خطأ أثر على صلاته فإذا كان الإمام يقتصر على الفاتحة وأنت تستطيع أن تقرأ الفاتحة فقط وتتابع الإمام تكتفي بهذا تكتفي بهذا ولا تستعجل أخشى أن يؤثر هذا الاستعجال على الفاتحة ربما تلحم فيها لحن جلي أو ربما تأكل من بعض كلماتها حرف مثلا بسبب الاستعجال فتكون صلاتك طبيعية فإذا ركع الإمام تركع حتى لو ما أكملت الفاتحة تركع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فأفترض الآن أنت الآن في آخر الفاتحة ما أنهيتها والإمام ركعت تابع الإمام بارك الله فيك